السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الجزء الثالث من مراجعة وهيكل 11 متقدم درس ووحدة المقذفات طبعا المقذفات هنا المقذوف المثالي بيتحرك على هيئة قطع مكافئ يبقى حركة المقذوف في هذا الشكل بتكون على هيئة قطع مكافئ ومعادلة القطع المكافئ بهذا الشكل وعند تطبيقها على المقذوف بتعطي بهذا الشكل يبقى الواي فاينل بتسوي اي دلتا اكس تان ثيتا ناقص الجي دلتا اكس تربيع على تنين في اي تربيع كوزين ثيتا اي تربيع وتستخدم هذه المعادلة عند اعطاء الاي الاكس طيب القياد صخرة بزاوية 45 اسفل المستوى الافقي من اعلى مبنى دي سؤال 18 بعد الالقاء هل ستكون عجلة العجلة اكبر من العجلة النتيجة عن الجاذبية ام مساوية لها طبعا عجلة الجاذبية دائما 9.81 على المستوى المحيط اما وتقل عندما نرتفع الى اي اعلى على قمة جبل مرتفع طيب الان دي بالنسبة لحركة اي المقذوف ننتبه جيدا في هذا الشكل لان هناك اشارات وعلاقات مهمة جدا سينقسم هذا الشكل اذا ثلاث اجزاء صعود واقصر تفاع وهبوط صعود واقصر تفاع وهبوط عند الصعود عند طبعا زمن الصعود يساوي زمن الهبوط يساوي نص الزمن الكل في حالة الصعود الفي اكس ثابتة والفي واي هه موجبة والاي سالب 9.8 والاي اكس بتساوي صفر والواي موجبة يبقى الفي موجب والواي موجب والجي سالب والاي الاكس بتساوي صفر والاي اللي هي سالب 9.8 دي بالنسبة للمعطيات الاساسية في حالة الصعوب عند اقصر تفاع الفي فاينل تساوي صفر والفي اكس ثابتة والفي كلي وتكون افقيا يعني هنا يا استاذ الفي هتبقى بهذا الشكل وهي نفسها الفي اي اكس والواي والاي بتكون دائما ايه لأسفل اللي هي سالب 9.8 اللي هي الاي يبقى ان سألك عند اقصر تفاع عن الفي فاينل واي هتقول له صفر عن الفي هتقول افقي عن الاي هتقول بتساوي الجي اللي هي سالب 9.8 الايه الى اسفل طيب في حالة الهبوط الواي الواي سالب الاكس الفي سالب الاي سالب الواي سالب الجي سالب الفي سالب والفي تزداد حتى تكون اقصر قيمة لها عند ايه لاحظة الاصطدام بالايه بالارض طيب الان استاذ لو انا عندي في هذا الشكل ايضا لو انا خدت النقطة تلاتة والنقطة ايه تلاتة في الهبوط هلاقي مثلا لو انا عندي احداثيات طبعا السرعة الافقية مثلا وليكن احداثياتها تلاتة وسرعة رئيسية بتساوي مثلا ايه اربعة يبقى الفي كل بتساوي خمسة الفي بتساوي ايه خمسة والزاوية سبعة وتلاتين او ايه تلاتة وخمسة دي بالنسبة من يا استاذي ليه الايه الفي ايه الفي ايه بتساوي خمسة طيب هتقل الفي واي كلما يصعد الى ان تنعدم عند اخصر ارتفاع طيب هنا نجي نتكلم هنا يا استاذ هلاقي ان دائما الاكس بكام بتلاتة تابو الواي هنا هتبقى موجب لها قيمة حسب هنحسبها حسب المعطيات هتبقى لها قيمة موجبة اما في نفس الموضع وهي نزلة ايها استاذ هتبقى ثلاتة بس الواي هتبقى سالب الواي هتبقى سالب انتبه جيدا لهذه القيم ثلاتة وسالب واي تبقى هبوط ثلاتة وموجب واي تبقى صعود دي بالنسبة لبعض الاشياء ويكون اكبر مدى افقي عند ثيتا تساوي خمسة ايه واربعي طب والمدى الافقي يا استاذ بيساوي ايه المدى الافقي حسابيا بيساوي الفي في التي الفي اكس في التي يعني ممكن يساوي في اي في اي كوزين الثيتا في التي وطبعا البي بتساوي في اي ساين ايه الثيتا هنشوف كل دي في الشكل التالي تنطلق قرى بسرعة عشرين عند تلاتين درج في وضع افق وتصعد وتهبط عند المستوى نفسه بهذا الشكل عاوز ايه استاذ عاوز السرعة الافقية وعاوز ايه المركبة الافقية والمركبة الرأسية المركبة الافقية اللي هي البي اي اكس بتساوي في اي كوزين ثيتا يعني عشرين كوزين تلاتين يديني سبعتاشر بوين تلاتين وهي ثابتة عند اي نقطة يبقى مين اللي ثابتة استاذ عند في اكس ثابتة عند اي اكس ثابتة بتساوي صفر وعند الجي الاجي الاي بتساوي صفر 9.8 دي بالنسبة للثوابت اللي موجودة عنده بعد كده عنده استاذ الايه حسب بول ايه اقصى مدى افق عنده كاما استاذ خمسة واربعي ودي سؤال برضو جاي في امتحان ايه سابق بعد كده عندي اللي هو سؤال ستاشر بول اي من القيم ثابتة اي من القيم ايه بيكون ايه ثابتة زي ما احنا قلنا ايوه نعم بربع عليك الجي الجي ثابت والAX تسوي صفر والVX ثابت والAY والجي ثابتة وعندي الباقي بالنسبة للمجذوف المسالي يكون الAX ثابت والجي ثابت والVX ثابت والثلاثة التانيين بيتغيرهم حسب الصعود والهبوط والقيم المعطاه في المثال في اعلى مصار المجذوف اي العبارات التالية صحيحة المركبة X للعجلة تسوي صفر المركبة X للعجلة تسوي صفر يعني الAX تسوي صفر اما المركبة Y للسرعة المتجهة تسوي صفر يعني يا استاذ انقول ثاني وتالث عند اقصر ارتفاع عند اقصر ارتفاع الV final Y بتسوي صفر والAY بتسوي سالب 9.8 والVX افقي هي الV اللي هي VI كوزين A ديتا تم رمي كرة بزاوية تتروح من صفر لتسعة واربعين والمستوى الأفقي فإن متجهة السرعة والعجلة يكونان موازيين امتى يكونون متوازينة استاذ اذا كانت زاوية القصف كام تسعين بيكونهم السرعة والعجلة يكون لهم بيكونوا موازينة اثناء التمرين مرر لاعب خط الادفاع في كرة البصبول طبعا عندي هنا المسافة 40 متر واللاعب الاول السرعة الابتدائية 20 واللاعب التاني مرر بسرعة 30 تم تمرير الكرة والامساك بها عند الارتفاع نفسه فوق سطح الارض طبعا هنا بيانات غير منتظمة فبالتالي لا يمكن تحديد الاجابة لان ما اعطنيش اي معلومات كاملة طيب الان عندي مسألة 11 و12 بقول لي في حركة المجذوف المسالية تكون السرعة المتجهة وعجلة المجذوف عند اكثر ارتفاع نعم افقية والاسفل مين اللي افقية والاسفل يا استاذ السرعة المتجهة تكون افقية والعجلة تكون الاسفل جيب هنا استاذ رأسية الاسفل والV تكون افقية بعد كده عندي في حركة المجذوف عند اختيار محور وي الموجب ليكون اتجاه رأسي الى اعلى تكون المركبة وي لعجلة الجسم اثناء الحركة التصعودية والمركبة والمركبة وي للعجلة اثناء التنازلية الاتنين سالب سالب لانك سبت العجلة سبت سالب 9.8 فبتكون اه استاذ اه سالب سالب طب لو اتكلم عن الصرعة نعم الـ في الصعود موجب وال في الهبوط سالب زي السؤال اللي هنا في حركة المجذوف بيسأل عن في 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 الهبوط هنختار ايوه في الصعود موجب وفي الهبوط سالب هنا عندي السؤال 15 بقول لي اطلق مجزوف من صفر وعند عاوز ايه استاذي ماذا يمكن ان تكون عن المدى R عن ايه المدى A R عندي زاويتين 30 و 60 طيب مجموعهم كما استاذي 90 اي زاويتين 90 يكون لهم نفس المدى الافق بشرط ان يكون مجموعهم 90 يعني مثلا اطلقت بزاوية 20 20 تكون نفس المدى الافق مع 70 برافو عليك لان مجموع 90 طيب لو 15 75 لو 30 60 لو 10 80 يكون لهم ايه استاذي عندي نفس المدى الافقي يعني يكون واحد الى ايه الى واحد اه قذفت كرة من الارض وبعد ست ثواني هذا الزمن عطيني اه هنا ال�� اكس سابت خد بالك ماشي والفي واي بالاي بالسالب اه يبقى هنا هبوط ولا ولا صعود صح برافو عليك هتكون ايه هبوط ونشوف هو عاوز ايه استاذي ما مقدار السرعة بعد ست ثواني هاجيب ال�� اكس والفي واي واعمل لهم ايه تحت ايه الجزر يعطيني سبعة بوينت ايه تماني كأننا بعمل ايه استاذي اه بجيب مقدار المتجة ليه اللي هو ايه مقدار المتجة للسرعة بعد ست ثواني المثال الثاني بقول لي ايه كزفة كرة وبعد اتنين ثانية نفس ايه بلغت السرعة كذا ما مقدار السرعة بعد اتنين ثانية نفس الفكرة السابقة ولكن استبدال الزمن بس غير الزمن عاوز هنا في المثال الثاني عاوز الار الار فيزيرو تربيع صين اتنين سيتا على جي بعوض بقول خمستاشر تربيع صين اتنين في تلاتين على تسعة بوين تماني والاثنين دول اسئلة جات في امتحانات ايه سابقة مسألة واحد وسبعين بقول لي ايه كرة رميت بسرعة ابتدائية وزاوي ما المركبة الافقية للسرعة المتجهة عاوز الفي اي اكس بتساوي في اي كوزين سيتا هيديني ستة وعشرين مسائل بسيطة جدا جدا وتركزوا انت بتقيه بتحل مسألة اتنين وسبعين قزفة صخرة افقية من اعلى مبنى بسرعة ابتدائية عشر بونت واحد اذا هبطت على مسافة سبعتاشر بونت خمس اه هنا عندي ايه استاذ اه دي حركة افقية حركة ايه افقية فيكون بهذا الشكل يبقى الدي بتساوي او الاكس المدى الافقي هنا بيساوي البي في التي طيب الدي بكام سبعة وخمسين والتي بعشر بونت واحد او البي بعشر بونت واحد يبقى عاوز التي اللي هو زمن ايه الهبوط او زمن الاستضام بالأرض طيب يفرد يا استاذ قال لي عاوز الواي اقول له الواي بتساوي يا استاذ برافع عليك واي بتساوي نص جي تي تربية يبقى الواي هنا استاذي بتساوي نص الجي تي اي تربية دي بالنسبة لحساب ال اي الارتفاع وحساب ال اي التي هنا استاذي مسألة 85 بيقول ايه استاذ لاعب سرعة الابتلئية 32 ازاوية 23 اذا كان الكرة تبتعد عن يده عند ارتفاع 1.83 فكم من الوقت ستظل الكرة في الهواء قبل ان تسكت على الارض طبعا هي عندي هنا ايه طلع من الاتفاع كام 1.83 اللي هو طوله فعندي الواي بتساوي الواي النيشيال بكام 1.83 والواي فاينال والفي اي طاي الفي اي في الت ناقص نصف جي تي تربيع نعوض زاد الواي انيشيال والفي اي سين ثيتا في الت زاد نصف جي تي تربيع طبعا هحل المعادلة دي وهيطلع القيمتين للت واحدة مجابة واحدة سالبة ناخد القيمة المجابة اللي هي 2.69 بعد كده عندي استاذ اطلق مكذوف من ارتفاع آه واي بولي ايه بولي اذا كانت سرعة الانطلاق مضاعفة آه يعني هنا زود لي مين يا أستاذ زود لي الفي تربيع للضعف اما تزيد الفي للضعف ايه اللي يحصل نعم نشوف من القوانين آه هنا الار تتناسب تناسب مع مربع الفي نعم يبقى اما تزيد الفي للضعف الار تزداد للضعف طب والواي نفس الشيء تتناسب مع مربع الفي يبقى ايضا تزداد الى الار اربع اضعف يبقى عند زيارة الفي للضعف تزداد الار والواي اربع اه الارتفاع يعني الهاي الى اربع اضعف دي بالنسبة لهذا المثال يبقى ايزا يزداد المدى ويزداد الارتفاع الى اربع اضعف طيب هنا اذا كانت سرعة الانطلاق مضعف فماذا سيحدث الار والزمن اتفقنا قلنا ان الار بتتناسب مع مربع الفي فتبقى تزداد الار اضعف تبقى الزمن يتناسب مع الفي فيزداد للضعف يبقى الحل سيتضاعف ايه الار اربع مرات وسيتضاعف الت ايه لمرتي طيب هنا عندي الواي الواي انطلق مكذوف مثالي بدلة الواي بتساوي سالب خمسة تي تربيع زائد خمستاشر اي تي والزاوية تلاتين ما مدى المكذوف عاوز الار الار بتساوي في اي تربيع سين اتنين ثيتا سين اي اتنين ثيتا على الجي طيب عاوز ايه استاذ عاوز ايه الواي الواي بتساوي وي انيشيل زائد في اي تي زائد نص اي تي تربيع وي عند المعادلة بقرينهم ببعض اصبح بلاقي ان في اي وي بتساوي خمستاشر والاكسليريشن نص ايه بتساوي خمس يبقى في اي وي بتساوي خمستاشر يبقى عند الخمستاشر هتساوي ايه نعم برافع عليك بتساوي في اي سين سيتا يبقى ايذن ها الفي اي هتساوي كم من المعادلة دي بتساوي تلاتين وارجع اجيب الفي اي وعوض في الار يبقى الار بتساوي في اي تربيع صين اتنين ثيتا على الجي يبقى اذا انا استاذ كارن ليه معادلة من معادلات الحركة ليه معادلة السرعة الاتفاع فاوجد الفي اي وارجع عوض في الار بتساوي في اي تربيع صين اتنين ثيتا على الجي يعني تلاتين تربيع في صين زي ستين على عشر يديني 78 دي بالنسبة ل مسألة جميلة جدا بتربط الوحدة التانية بالتالتة معادلات الحركة بمعادلات المكذوب هنا عاوز اي اقصى ارتفاع يبقى الهاي بتساوي واي زيرو اللي زيرو ستين تربيع على اتنين في عشر يديني ستين متر طيب هذا المثال جي في المتحان بقول لي اي قذفت كرة من الارض في الهواء وبعد ثلاث ثواني كانت سرعتها تسعة الى اي ستة طبعا الـ اكس ثابت ما بتغير الش ال v اكس اي ثابت تسعة وال v y كانت سالب ستة احسب الزمن احسب الزمن عاوز الزمن فانا عندي ايه استاذ عندي الاول v بتساوي v y بتساوي سالب g ناقص تسعة بوين تمانية في ال a في t عندي ايه استاذ عند t كان v بتساوي 23 ايه 4 ال v كان عندي v zero او v y هتساوي كام سالب 6 ناقص تسعة بوين تمانية في 3 هيدين دي ال a v zero طيب كده انا جبت v zero y طيب خد بالك ان كمان دي سبت بقى عندي v zero x وال v zero y دول موجودين معاي طيب انا جيب ال y بتساوي y في v zero y اللي انت جبت اللي هي 23 في t نص g t تربيع ان t بتساوي 4 بوين 8 كده انا حسبت زمن اه التحليف طيب دي بالنسبة لطريقة ممكن اي انسان يحل بقى اجيب الاول من v v zero y وعوض في معادلة y يطلع ليا ال a النات او اشوف v final y بتساوي v zero y ناقص g t يعني t هتساوي 23 بوين تربعة point 8 يدين 2 point 3 دي في الصعود طيب والهبوط يبقى زمن الصعود يساوي زمن الهبوط هيساوي 4 point 8 باي طريقة منهم تختار ولكن هي الطريقة الاولى اسهل شوية يعني ال 2 ال 2 لازم تجيب ال v zero والv zero يجيبها من معادلة الاولى من معادلات الحركة ال v final y بتساوي v zero y ناقص g t v 3 دي بالنسبة ل المعادلة لإيجاد الصرعة لمركبة y وبرجأ عوض في اما جيب معادلة y او معادلة v final y اي معادلة فيهم ببدأ احسب من الزب بعد كده عندي السرعة النسبية السرعة النسبية عندي هنا قارب بيعبر هذا النهر الماء يتدفق بسرعة والقارب يتحرك بسرعة طيب نشوف الاول السرعة النسبية اذا كان السرعتين الجسمان في نفس الاتجاه اذا كان الجسمان في نفس الاتجاه بالنسبة مراقب على الارض بنجمع اذا كان في عكس الاتجاه بنطرح بالنسبة للمراقب على الارض اما اذا كان في مراقب داخل سيارة وسيارة اخرى اذا كان في عكس الاتجاه بنجمع السرعتين اما اذا كان المراكب على الارض. الان في مراكب على الارض. احسب الزمن المستغرك طيب احسب الزمن المستغرك ازاي استاذ? الاول اجيب السرعة الكلية. السرعة بتساوي ايه? الفي تربيع. بالنسبة لان واحدة الاتنين ازاي بينهم كام? تسعين. يبقى اقول له استاذ الفي بتساوي جزر? خمسة تربيع زائد اتنين تربيع. هجيب الفي. طيب استفدت ايه من الفي يا استاذ? اقول له الفي بتساوي الاكس بالتي. يبقى الاكس مية وعشرين. طيب ويبقى التيها تساوي كام? التيها تساوي اكس على في. يعني مية وعشرين على اربعة بوينت ستة يديني ستة وعشرين. دي بالنسبة للسرعة النسبي. احيانا هنقول لي يا استاذ. تطير طائرة باتجاه الجنوب من سرعة مية وستين. فاذا اثرت فيها رياح باتجاه الشرق. اه. واحدة في الجنوب واحدة في الشرق يعني زاوي تسعين. فبقى استخدم بقى ايضا نظرية اه. في سا غورس. لإيجاد المقدار. والثيتة لإيجاد الاتجاه. وبكده يبقى انا جبت الاجابة مية تمانية وستين. مع الديريكشن. عندي ثيتة مية وستين على خمسة وستين. يديني كام? ها. تمانية وستين. اه. بالنسبة للزاوي. يبقى مية تلاتة وسبعين. والزاوي كام? ها. كام مية آآ. تمانية وستين. دي بالنسبة لمن? للعلاقة اللي موجودة اه. اه. امام. طيب. الآن. طبعا هنا ايه. اه. ديت ايه. بس اه. زيادة. نمسحها نشوف اللي بعده. عندي طائرة. ويه. بتهب برياح. باتجاه الغرب. بسرعة ستاشر. والطيارة بيه. بتتحرك بسرعة كام تلاتين متر ولكلسان. واللي بيه. 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 ب الزاوية لسرعة ايه 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 سرعة ادنا تصف خط ايه الطيارة للقيام ايه بذلك عشان هنا الطيار يتحرك شمالا يعني يتحرك في خط مستقيم لا بد ان يتحرك بزاوية كام ها 30 عشان ايه حركة الرياح هتيدفعه فيا ايه فيتحرك ايه حرك ايه افقي يعني اذا هنا لا بد من ايه نقول ال vi ال vi بتساوي ال vi بتساوي vi كوزين ايه سين الثيتا vi صين ايه الثيتا طيب هنا ايه بتحرك حسب لذلك جبنا ايه الثيتا بتساوي ايه اللي هي 16 على ايه 30 دي بالنسبة ايه للاجابة اللي هي الثيتا جبناها كام استاذي ها 30 الان عندي ايضا نفس الشيء طائرة ورياح طيب الرياح بتتحرك ناحية ايه ها تتحرك الطائرة بالنسبة الهواء افترض ان الطيار يوجه الطائرة نحو الشمال الشرقي شمال شرقي يعني سيتا 45 تتحرك الطائرة 160 طيب الان على طول لابد من تحليل الايه ها سرعة الطائرة ل x و y ل x و y لانه بتحرك بالشمال الشرقي يبقى يبقى عند v x للطيارة v x للطائرة و v y للطائرة وارجع اشوف الهواء الهواء رايح فين واتهب الرياح بسرعة في اتجاه من الشرق للغرب اه يعني سرعة الرياح في نفس ال x بس المعاكس يعني سرعة ال ايه الرياح هنا ايه ال اير مثلا متعاكسين فيبقى مركبة x طرح بين بين v x وبين v للرياح بين v x للطائرة وال v للرياح طيب ال v y هي الوحيدها بس لانه مفيش للرياح سرعة على مركبة ايه و يبقى ايذن عندي v للطائرة يبقى v كوزين سيتا 160 كوزين 45 113 تيبقى النسبة ال x طيب ومجموع x كام يا استاذ وهي متعاكسة مع الهوة الهوة كان 32 نترحهم من بعد يديني مركبة ايه طيب وال y ملهاش ايه ملهاش مركبة الرياح فيبقى عندي ال v y عندي ال v y بتساوي كام ها آآ سالب 113 ال v y بتساوي 113 وال v x بتساوي 113 نائس 32 يديني 81 واعمل لهم جزر يديني المجدار يبقى ال v x 81 زائد ال v y 113 يبقى اذا ال v الكلية بتساوي 139 يبقى اذا السرعة النسبية الخلاصة اذا كان في نفس الاتجاه يكون جمع يعني سرعة الرياح مع الطائرة في نفس الاتجاه جمع اذا كان الطائرة ويعاكسها الرياح تكون طرح اذا كان الطائرة متعامدة على الرياح بتكون نظرية فيه صغرس طيب في هذه الحالة كان عندي ارقاء الطيارة تميل والرياح عكس فباجي احلل احلل ال x اهي بحلل الطيارة ال x ومين y اه بربع عليك وهتجمع ال x للرياح وهتجمع ال x او مع الطيارة اما جمع او طرح حسب الاتجاه وبقى ال y لوحيدة واجيب برضو تحت ال a الجزر والحالة الخمسة ان ال 2 يكونوا بزاوية يعني دي تتحرك بزاوية ودي تتحرك بزاوية دي للهواء برضو هتتحلل واجمع ال x واجمع ال a و طبعا هنا القيادة في المطر نفس الشيء يعني اذا اذا كان المطر يسقط عمودي على الحركة فبستخدم نظرية اه في ثغرس اما اذا كان بيميل من زاوية بحلل بحلل ماشي بحلل ال x و a و y و اما ايه اجمع او ايه اطرح دي بالنسبة للسرعة النسبية و حركة ايه المياه طبعا نفس الشيء مع الغزال و حساب الحركة و حساب ال ايه اللي عندي هنا طبعا ال delta y و delta x بقوله ايه delta x بتساوي ها 30 على ايه 90 حسب المعطيات اللي موجودة امامي اهو ال v d على v 0 في ال d و delta y بتساوي نائس d تربيع g على 2 v 0 دي القوانين الخاصة بهذا المثال وبكده يكون انتهينا من الوحدة الثالثة و نلتقي بكم مع الفيديو الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر